السلام عليكم شلوكم شغباركم يا ربي كلكم تكونون بخير وبصحة وبسلامة وياكم ايمان من قناة ايميلي فني الكروشي اليوم بناتوا بجزء الثالث رح نشتغل باترون القدم شوفوا بنات باترون قدم لعابة الولد تفاصيل للقدم كلش حلوة ومو صعبة ابدا واني ان شاء الله رح اشتغلها وياكم خطوة بخطوة حتى تكون واضحة ومفهوما للكل فهسا بنات رح اجيب الخيط ونبدي بالشغل لكن قبل ما نبدي بالشغل لاتسوا نلايك للفيديو واشتراك من القناة واطلب من كل يشتركون بالقناة لان هواي من البنات دي يشوفونوا الفيديو وهو ما بين يشتركين فاتماني يشتركون فهسا بنات رح اجيب الخيط واجيب السنارة ونبدي بالشغل اول شي بنات رح نجيب الخيط لون البشرة اللي اشتغلنا بها الرأس واليد اوكي والسنارة ماتي بنات سنارة استيل رقم اثنين فهسا بسم الله رح نسوي دائرة سحرية اوكي بالبعد ما سويت دائرة سحرية رح اشتغل ست غرز حشو داخل هاي الدائرة هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اشتغلت ست غرزات حشو داخل الدائرة السحرية الزم خيط البداية واسحبها الى ان تقفل عندي الدائرة شوفوا رح اجي على اول حشو سويتها مباشرة اسحب الخيط واشتغل غرزة حشو اوكي بنات اجيب العلامة حتى برخ ربط بعدد الغرز وراح نخلي العلامة على اول حشو سويتها اهنا حاليا مباشرة دخلنا بسطر الثاني بسطر الثاني بنات رح اشتغل تزايد فوق كل الغرزات اللي عندي عندي حاليا ست غرزات حشو رح اشتغل عليهم تزايد يصير عندي اثناعج غرزة حشو اضيف عليها بعد حشو حتى يكتمل عندي التزايد وابدي اشتغل تزايد فوق الغرزات اللي عندي الى ان اوصل لاثناعج غرزة حشو بكل غرزة نشتغل غرزتين حشو تزايدات وهي تزايد الخامس اوكي وهي تزايد السادس ووصلنا للعلامة حاليا كبلنا السطر الثاني بسطر الثاني مثل ما قلت لكم عندي اثناعج غرزة حشو اوخر العلامة وده نروح السطر الثالث وبسطر الثالث بنات رح نشتغل غرزة حشو فردية نرجع العلامة والغرزة اللي بعدها نشتغل تزايد حشوتين بنفس المكان اوكي حشو وراها تزايد وإلى نهاية السطر على هالشكل حشو تزايد إلى أن المجموع توصل لـ 18 غرزة حشو كبلتها بنات ووصلت للعلامة ومثل ما قلت لكم عندي 18 غرزة حشو حاليا اوخر العلامة نروح السطر الرابع وبسطر الرابع بنات رح نشتغل حشوتين فردية وبالغرزة الثالثة رح نشتغل تزايد يعني مكان العلامة هاي اول حشو وغرزة اللي بعدها حشو ثانية فردي بالغرزة الثالثة رح نشتغل تزايد حشوتين بنفس المكان وإلى نهاية السطر على هاي الشكل كملنا بنات حشوتين وتزايد وحاليا عندي 24 غرزة حشو اوخر العلامة ونروح السطر الخامس وبسطر الخامس بنات رح نشتغل ثلاث غرز حشو فردية بالغرزة الرابعة رح نشتغل تزايد يعني هاي اول حشو فردي وهاي ثاني حشو فردية وهاي ثالث حشو فردية اوكي بالغرزة الرابعة رح نشتغل حشوتين بنفس المكان يعني تزايد وإلى نهاية السطر على هاي الشكل ثلاث حشوات فردية بالغرزة اللي بعدها الرابعة نشتغل تزايد كملتها بنات ثلاث حشوات وتزايد حاليا عندي ثلاثين غرزة حشو اوكي بنات هسا اوخر العلامة ورح نشتغل سطور ثابتة جقد نشتغلها بنات رح نشتغلها ثمن سطور لكل سطر رح نشتغل حشوات ثابتة اوكي بنات ارتفعاني ثمن سطور لحد ما يطيني شوفوا لحد ما يطيني هاي الارتفاع اوكي بنات فاني اكمل ثمن سطور من الحشوات الثابتة وحزبه عدد الغرز لازم يطلع عندكم ثلاثين غرزة حشو انا اكملها وارجعلكم كملت بنات ثمن سطور من الحشوات الثابتة تمام بنات هنا هسا رح ندخل نشتغل قسم الكعب شوفوا بنات رح نشتغل هاي القسم هنا اريدكم شوية تركزون ويايا حتى تطلع ايامكم مضبوطة ان شاء الله تمام بنات احنا مثل ما قلنا عندنا ثلاثين غرزة حشو واشتغلنا ثمن سطور من الحشوات الثابتة صح هسا شنسوي ما رح نوخر العلامة من مكان الشغل شوفوا من نهاية اخر غرزة رح نرتفع سلسلة اوكي بنات مباشرة من بعد ما نرتفع سلسلة رح نقلب القطعة اوكي يعني تكون القسم الجوا تكون وجهها علينا تمام بنات من بعد ما يعني قلبنا القطعة رح نجي بنات ما رح نشتغل بالسلسلة بالغرزة تحت السلسلة يعني شوفوا هاي الغرزة رح نتركها مباشرة رح نجي نشتغل بالغرزة الثانية نسحب الخيط ونشتغل غرزة حشو اوكي بنات انا ما رح اوقف الفيديو اشتغلها وياكم حتى تكون واضحة اشتغلت هاي اول حشو احسبها اوكي واللي وراها اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اداعش تناعش تلتعاش اربعة عش وهاي خمسة عش اوكي بنات شوفوا من ارتفعنا سلسلة واحدة وقلبنا القطعة يعني قلبنا القطعة اشتغلنا خمسة عش غرزة حشو اوكي بنات تمام هزا الش نسوي من مكاننا نرتفع سلسلة مجرد الارتفاع وهمنا نقلب القطعة تمام بنات اول ما قلبنا القطعة الغرزة اللي جوا سلسلة هاي ما راح اشتغل بها يعني نتركها راح نجي نشتغل بالغرزة الثانية نسحب الخد ونشتغل غرزة حشو احنا ادنا 15 حشو صح؟ تركنا غرزة راح يتبقى لنا 14 غرزة حشو يعني راح نشتغل 14 غرزة حشو هاي واحد هاي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اداعش اثنعش تلتعاش واخر غرزة شوفوا الاربعة عشو اوكي همنا نرتفع السلسلة مجرد الارتفاع ونقلب القطعة ونترك غرزة ونجي نشتغل 13 غرزة حشو شوفوا هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اداعش اثنعش وهاي تلتعاش اوكي همنا نرتفع السلسلة مجرد الارتفاع ونقلب القطعة ونترك غرزة وهنا بنات نجي نشتغل 12 غرزة تحشو شوفوا هاي واحد هاي اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اداعش ثمانية ثمانية نرتفع السلسلة مجرد الارتفاع ونقلب القطعة ونترك غرزة بالغرزة الثانية نشتغل هالمرة اداعش غرزة تحشو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واخر غرزة اداعش تمام بنات؟ يعني احنا شنستوي بكل سطر نرتفع سلسلة ونترك غرزة نقص من الأدد الغرز كان قدي بالبداية خمسة عش غرزة حشو لازم ننقصها هسا اشتغلنا اداعش غرزة حشو نرتفع السلسلة مجرد الارتفاع ونقلب القطعة نترك غرزة بالغرزة الثانية هالمرة نشتغل عشر غرزة حشو هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وهاي عشرة همينا نرتفع السلسلة مجرد الارتفاع ونقلب القطعة وهالمرة بنات نترك سلسلة بالغرزة الثانية نشتغل تسع غرز هاي واحد واللي بعدها اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثلاثة نرتفع سلسلة ونقلب القطعة ونترك غرزة بالغرزة الثانية هالمرة نشتغل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهاي سبعة اعدل القيد وهاي سبعة اوكي بنات نرتفع السلسلة مجرد الارتفاع ونقلب القطعة ونترك غرزة بالغرزة الثانية نشتغل واحد اثنين ثلاثة أربعة بالغرزة الخامسة بنات تمام نسحب الخيط ونجي نوخر هاي العلامة ونخليها على غرزة الخامسة ليش بنات انا خليت مكان التقفيلة هنا اريد تكون بداية كل سطر جديد من قسم الخلفي اوكي حتى تكون القدم اللعبة تكون مرتبة ونطيفة اوكي بنات اشتغلنا اربع غرز حشو بالغرزة الخامسة خلينا العلامة ويتبقى لي اخر غرزة اشتغلها من بعد العلامة شوفوا هاي وهاي اخر غرزة اوكي بنات هسا بنات احنا كملنا قسم النعل خلي نقول شوفوا القدم شلون صارت وكي انما حذاء احنا هنا شنسوي بنات راح نجي ننزل نشتغل من هاي القسم اوكي اريد اسوي مكان سبع غرز حشو اوكي بنات شنسوي لازم هنا بهاي القسم اشتغل سبع غرز حشو راح ادخل بين هاي الفراغات اشتغل هاي واحد اوكي اوكي وهاي اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وهاي اخر غرزة السبع اوكي بنات اشتغلت من قسم هاي من هاي القسم سبع غرز حشو وصلنا للقسم الامامي تمام من قسم الامامي اندي اربعة عشر غرزة بهاي الاربعة عشر غرزة راح اشتغل اربعة عشر منزليقة اوكي بنات مباشرة من انا اجيب سنارتي اوصل هنا تمام اسحب الخد واسمي منزليقة هاي اول منزليقة ثاني منزليقة ثالث منزليقة رابع منزليقة خامس منزليقة سادس منزليقة سابع تمام سابع وهاي ثامن تاسع وهاي عشر ادعش ناعش تلتعش اربعة عشر اوكي بنات من قسم الامامي شوفوا اشتغلت اربعة عشر منزليقة وين وصلنا بنات وصلنا للطرف الثاني لقسم الثاني اهنا بنات نفس الحركة اهنا شنون اشتغلنا وسوينا مكان سبع غرز حشو من هاي الطرف همينا راح نسوي سبع غرز حشو مباشرة ادخل بهاي الفراغات اشتغل واحد وهاي اثنين تمام ثلاثة اربعة خمسة ستة وهاي سبعة اوكي بنات كونت من هاي القسم سبع غرز حشو وصلت وين بنات وصلت فوق اللي يمل اربعة غرز حشو مباشرة شوفوا سنارتي وين ادخلها ما راح ادخلها لهاي القسم لان هاي القسم غلط مو هي راح ادخلها فوق لغرزة الحشو شوفوا مباشرة اوكي اسحب الخيط عفون اسحب الخيط واشتغل غرزة حشو حتى تكون الشغل مائلة وحسب اقول هاي واحد وهاي اثنين ثلاثة وهاي اربعة من قسم الفوق تمام بنات شوفوا الشغل شلون صارت يعني صارت مبينة كإنما حذاء تمام يعني احنا اشتغلنا داير مداير القطعة الى ان وصلنا للعلامة حاليا بنات عندي اربعة وثلاثين قرزة حشو لازم تتأكدون من العدد يطلع عندكم اربعة وثلاثين قرزة حشو اوكي بنات بعد ما كملناها هسا نواخر العلامة ومكان العلامة نشتغل قرزة حشو ونرجع العلامة وهنا بنات راح نشتغل اول قرزة حشو فردية قرزة اللي بعدها ثاني قرزة حشو فردية وراها نجي نشتغل تناقص اوكي وهي التناقص المخفية يعني اشتغلت قرزة حشو فردية وراها تناقص من بعد التناقص نشتغل واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة غرز من بعد اربعة غرز بنات شوفوا انا وصلت لقسم الزاوية راح اخذ احسة اعتذر بنات صار بيقاحة تمام بنات هسه شن سوي من بعد أربع غرز حشو راح نجي ناخذ الحلقة من هاي الغرزة ورح نجي بنات ناخذ حلقة من قسم المنزلقات اوكي ورح نسوي بهم تناقص مخفية تمام من بعد هاي بنات وصلنا للقسم الأمامي عندي كان عندي أربعة عشر منزلقة صح اخذنا منزلق منهم ويالتناقص بقالي هنا بنات راح اشتغل من قسم الأمامي اداعش غرزة حشو شلون اشتغلها اجي اشتغلها جو المنزلقات شوفوا هاي المنزلقة مباشرة اجي ادخل بس النار مالتي واشتغل حشو هاي واحد وراها حشو الثاني وهاي ثالث وهاي حشو رابعة وهاي خامس وهاي ستة تمام سبعة اثمانية تسعة عشرة وهاي اداعش اوكي بنات اشتغلت اداعش غرزة حشو فوق المنزلقات هاي بنات وصلنا للزاوية هنا همينا راح نسوي تناقص شلون نسويها بنات ناخذ الحلقة من الغرزة المنزلقة اوكي وحلقة من الحشو من هاي القسم نسحب الخيط ونسوي تناقص المخفية اوكي وهنا راح نجي نشتغل من بعد التناقص واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة من بعد التناقص اشتغلت خمس غرز حشو من بعد خمس غرز حشو راح اجي اسوي التناقص اوكي الحلقات الامامي اخذوه مع السنارة اسحب الخيط واشتغل التناقص المخفية تمام من بعد التناقص اتبقى لي واحد اثنين ثلاثة اوكي بنات شوفوا الشكل شلون صارت سطر اللي قبلها كان عندي اربع و اه ثلاثين غرز حشو سوينا اربع تناقصات اه حاليا رجع العدد عندي الى ثلاثين غرز حشو اوكي يعني اتأكدوا من الحساب لازم يكون عندكم ثلاثين غرز حشو نوخر العلامة ومكان العلامة بنات اشتغل غرز حشو وارجع العلامة وهنا بنات ما كان العلامة اشتغلت غرزة حشو غرزة لي بعدها همينة اشتغل غرزة حشو فردية يعني حشوتين فردية من بعد الحشوتين بنات اجي اسوي التناقص اوكي اسحب الخيط واكمل التناقص المخفية ماتي من بعد التناقص بنات اشتغل واحد اثنين ثلاثة اوكي ثلاث غرزات حشو من بعد ثلاث غرزات حشو اجي اسوي التناقص المخفية اقضي الحلقات الامامية من الغرزات اسحب الخيط واكمل التناقص اوكي بنات ومن قسم الامامي بنات رح نشتغل شوفوا مباشرة نشتغل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وهاي التاسعة اوكي من قسم الامامي اشتغلت تسع غرزات حشو ووصلت للزاوية بنات اهنا همين اشتغل تناقص تمام اسحب الخير وكمل التناقص المخفية مالتي من بعد التناقص اشتغل واحد واللي بعدها اثنين ثلاثة اربعة اوكي اربعة غرز حشو من بعد الاربعة بنات اجي اسوي تناقص بكل سهولة اخذ الحلقات الامامي من الغرز اسحب الخيط واشتغل تناقص المخفية تمام ويتبقى لي واحد اثنين غرستين ووصلت للعلامة حاليا بنات اندي ستة و اشرين غرزة حشو شوفوا الشكل القالب اشلون صارت وكاينما حذا شكلها كلش حلو ومرتب تمام بنات حسا اندي اه تشان اندي ثلاثين وصارت اندي اربعة اه اه تشان اندي ثلاثين صار ستة و اربعين غرزة حشو اه لحظة اتأكد من الحساب حتى تكون واضحة للجميع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسأ عشرة عداش اتناUE اتناUE اتنا atom اشتغل غرزة حشو ايه صح اندي 24 وقرزة حشو سطر اللي قبلها كان اندي 26 حسن صار اندي 24 اواخر الالامة بنات وبهاي سطر سأشتغل غرزة حشو فردي هو ارجع العلامة واللي بعدها اشتغل فردي هاي ثاني غرزة حزبها واحد اثنين واللي وراها ثلاثة اربعة خمسة اشتغلت خمس غرزة حشو فردية وراها اجي اسوي تناقص بالزاوية فقط تمام اعدل الخيط هاي اول تناقص بالزاوية من قسم الامامي بنات شوفوا بنات رح اشتغل اعدل الخيط واحد اثنين 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 ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة من قسم الامامي بنات اشتغل تسعة غرز حشو وراها بنات اجي اسوي تناقص بكل سهولة اوكي تناقص المخفية من بعد التناقص بنات رح اجي اشتغل حشوات ثابتة الى ان اوصل للعلامة اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهاي ستة وصلت للعلامة اوكي بنات وكملنا قسم الصعب خلي نقول تمام بنات كملنا سطور التزايدات والتناقصات وراح نوصل للسطور الثابتة لكن قبل ما نوصل للسطور الثابتة رح اجيب قطن ونخلي بها قطن هس نخلي بها قطن السطر اللي قبل هاي كان اندي اربعة وشرين غرزة حشو وبهاي سطر سويت فقط اثنين تناقص بالزوايا يعني حاليا اندي اثنين و اثنين غرزة حشو تمام بنات؟ اتأكدوا من الحساب لان الادت كلش مهمة لازم يتبقى لكم اثنين و اثنين غرزة حشو فاني اخلي بها قطن لان بهاي القسم لازم نخلي بها لان وراهاي رح نبدي بسطور الثابتة رح يصير ادنى صعبة فخلوا بها قطن قد ما تقدروا هلقت كافي حاليا وراح ابدئ بالشغل بسم الله هسا بنات مثل ما قلت لكم اندي اثنين و اثنين و اثنين و غرزة حشو رح نبدي بسطور الثابتة اوكي سطور الثابتة بناج قد نشتغلها رح نشتغلها واحد و ثلاثين سطر اوكي حتى يطيني هاي الارتفاع ارتفاع القدم اوكي يبقى عندكم اثنين و عشرين غرزة حشو انا اكملها كلها وارجعلكم على مدوقة الفيديو اي بنات انا اكملت واحد و ثلاثين سطر من الحشوات الثابتة هسا اوخر العلامة اذا كانت عندكم هاي اول قدم شوفوا انا اول قدم اشتغلتها قصيت الخيط شوفوا بنات سويت منزلقة مكان العلامة و قصيت الخيط لكن القدم الثانية بنات لا تقصون الخيط لان بهاي الخيط رح نبدي نشتغل الجسم اوكي بنا فاني هنا رح اترككم وصلت لنهاية الفيديو انتظروني بجزء الرابع رح نشتغل الجسم ان شاء الله لا تنسوني بلايك واشتراك للقناة وهبينا بنات لا تنسون تابعوني على الانستغرامي رابط الانستغرامي موجود بصندوق الوصف افتحت الفيديو احبكم هواية وباي باي